موسيقى خضر الله أيامكم وعمالكم مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من بالأخضر عبر شاشة سين بيسي عربية نسمي محمد عبد الرحمن ولابد أن أبدأ هذه الحلقة بتوجيه تهنئة مخلصة وحارة لأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة عموما ولأهل دبي خصوصا هؤلاء الذين استطاعوا إعداد ملف ترشحا للصدافة أكسبو 2020 أبهر العالم وجعله يصوت لهم بأغلبية ساحقة دبي تنظم أكسبو بعد سنوات الرهان هو ليس براعة إعداد الملف طبعا هي براعة مشهود لها لكن الرهان هو إعداد البنية التحتية لدبي وتطوير المرافق والاستعداد لاستقبال 25 مليون ضيف وزائر يظن أنهم سيزورون دبي في الأشهر الستة التي ينعقد خلالها هذا المعرض العالمي الكبير ينبغي أن نفعل ذلك وفي أذهاننا فكرة الاستدامة هذا هو الرهان الرهان ليس أن نبهر العالم بأعلى برج أو بأكبر بحيرة صناعية إلى آخر ذلك الرهان هو أن نفعل هذا كله وفي أذهاننا الاستدامة وفي أذهاننا أننا نعيش في وسط الصحراء لا ماء في دبي نعمل إيه؟ نقوم بإهدار المياه الجوفية بالإسراف في استهلاكها؟ أم ننشئ المزيد من محطات التحلية لري ضمأ هؤلاء الضيوف الذين يستعدون للتدفق على دبي محطات تحلية من تلك النوعية التعيسة التي تحرق الكثير جدا من الوقود وتبث الكثير جدا من الانبعاثات أم نفكر التفكير الأخضر؟ محطات تعتمد على الطاقة الشمسية أم نفكر التفكير الأخضر في المباني أيضا تلك المنشآت التي ستبنى على مدى السنوات المقبلة استعدادا لأكسبو لماذا لا تكون كل هذه المباني مباني خضراء؟ مرة أخرى أذكركم مشاهدي الكرام أنا هنا كي أهنئ كل العرب فوز دبي هو فوز لكل العرب لمست سعادة كنا نحتاجها في هذا الزمن الذي يبخل علينا كثيرا بالسعادة نحن العرب لكن لكي تكتمل سعادتنا ينبغي أن نفكر تفكيرا مستداما إلى الأخبار الخضراء يعكف الأردن على إعداد برنامج وطني لتحفيز المواطنين على استخدام أنظمة الطاقة المتجددة وتجري شركة الكهرباء الأردنية مجموعة من الإجراءات لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة في المباني يذكر أن أحد أهم الأهداف التي يأمل الأردن تحقيقها من وراء سياسات البناء الأخضر هي تقليص الفاتورة النفطية والتي ارتفعت بشكل كبير سبب تشوهات كبيرة في الاقتصاد الوطني هذا بالإضافة إلى هدف تقليل انبعاثات غاز الكربون بسبب احتراق النفط مما سينعكس إيجابا على بيئة البلاد تطمح تونس إلى تحقيق نسبة 30% من إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات النظيفة والمتجددة بمستوى 3700 ميجاواط في أفق سنة 2030 بكلفة استثمار تعادل 12 مليار دينار بما سيوفر 26 مليار دينار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للدولة التونسية وبمستوى 1700 ميجاواط سنة 2020 تعهدت مجموعة مارين هارفست النرويجية الأولى عالميا في مجال تربية سمك السالمون بتقديم 60 يورو لكل من يمسك بسمكة من آلاف أسماك السالمون التي هربت خلال عصيفة ضربت البلاد مؤخرا وخرجت 127 ألف سمكة سالمون من حوضها الموضوع في البحر نتيجة الأضرار الناجمة عن الرياح العاتية التي ضربت غرب النرويج مؤخرا وقامت مجموعة مارين هارفست بوضع شباك في المياه المجاورة للإمساك بالأسماك التي يناهز وزن الواحدة منها الكيلوغرامين اكتشف العلماء الأرجنتينيون طريقة لتحول الغازات التي تصدرها الأجهزة الهضمية للأبقار إلى طاقة نظيفة في مسعى منهم إلى التقليل من غازات الدفيئة التي تتسبب بارتفاع حرارة الكوكب ويتكون الغاز الصادر نتيجة التجشؤ أو امتلاء المعدة بالغازات من غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان وقد طور العلماء مجموعة معدات دقيقة توجه الغاز عبر فتحة صغيرة في معدة البقرة إلى مضخة ومنها إلى حاوية وتصل درجة نقاوت غاز الميثان المجموع خمسة وعشرين في المائة بينما تصل درجة نقاوته بعد المعالجة في الحاوية إلى خمسة وتسعين في المائة والميثان هو المكون الرئيس للغاز الطبيعي وتعود أصل الفكرة إلى العام الفين وثمانية كما يمكن جمع ألف وثلاثمائة لتر من الغازات من الجهاز الهضمي لبقرة واحدة بما يعني ثلاثمائة لتر من الغاز الطبيعي لكن سعادتنا مشاهدي الكرام في الحقيقة سعادتان ليه؟ لأن هذا الانتصار الكبير الذي حققته الإمارات بفوزها باستضافة أكسبو 2020 يذكرنا بانتصار آخر كان العرب قد حققوه قبل سنوات قليلة حينما شرفت دولة قطر باستضافة كأس العالم 2022 إذن في غضون عامين اثنين فقط ستصضيف هذه المنطقة سيصطضيف العرب أكبر حدثين على الإطلاق أكسبو الهائل وكأس العالم الأشد هولا القطريون يواجهون إعلاما غربيا مضادا إعلام يتحدث عن سوء معاملة العمالة إعلام يتحدث عن درجات الحرارة المرتفعة جدا في الدوحة تلك التي ستصيب اللاعبين المرهفين مشاعرهم مرهفة كده ستصيبهم يمكن بالصدمات الحرارية ومش يقدروا يلعبوا ولا يعملوا الحركات اللطيفة بتاعتهم فيستحسن نسحب كاس العالم من قطر خبتهم مش هيتسحب من قطر وسينفذ في قطر وسينال العرب الشرفين في عامين لكن الرهان أيضا الرهان بالنسبة لأهلنا في الدوحة هو أن يحولوا استعداداتهم إلى الإخضراء بحيث تكون استعدادات مستدامة وهم يفعلون ذلك بالفعل سأخبركم بشيء مدهش قطر ستزيد الطلب العالمي قطر وحدها ستزيد الطلب العالمي على أجهزة تبريد المناطق المفتوحة والمجمعات الضخمة لأنها ستنشئ ملاعب مبردة ولهذا يزداد الطلب العالمي من حق قطر أن تطالب الشركات المصنعة بأن تخلق لها تكنولوجيا خاصة بها لأنها زبون رئيسي على هذه الشركات أن تمتثل لطلبات قطر المهم أن تكون هذه الطلبات القطرية فيما يتعلق بتبريد الملاعب والأماكن الفسيحة التي ستنشئها أن تكون هذه الطلبات طلبات خضراء مستدامة تحديات المناخ بما فيها قضايا الاحتباس الحراري وزيادة الانبعاث الكربوني والحد من الهضر الحاصل في قطاعي الطاقة والمياه لأغراض التبريد والتسخين هواجس ما تزال تستفز جمهور العاملين في ميدان حماية البيئة والاستدامة ويدفع بصناع تكنولوجيا التبريد للبحث عن منتجات صديقة للبيئة وحافظة للموارد الطبيعية بما فيها تكنولوجيا تبريد المناطق التي غزت دول الخليج بفعل المناخ والتي أسهمت في خفض إحمال شبكة التوزيع بما بين الثلاثين والأربعين بالمئة ودفع بعضها كالكويت والسعودية إلى خفض أو تأجيل الاستثمارات الرأسمالية المطلوبة لتقوية وتوسيع شبكة التوزيع لديها وهو ما جرى تسليط الضوء عليه في منتدى الشرق الأوسط السنوي الخامس لتبريد المناطق في الدوحة اهتمام الدول الخليجية عم تزيد لأنه هي بدها طاقة متجددة بدها تخفض استهلاك الفيول بدها حل زيادة الكهرباء وبدها كمان الأبنية الخضراء إذن اليوم نحن نشوف صناعاتنا التبريد ارتقت لطاعتها الحلول كلها مش بس أنه عندي تشيلر تمشي على الكهرباء أو بتستخدم تي اس اي ووتر المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المختصين والمهتمين في تكنولوجيا تبريد المناطق استعرض لآخر التصاميم والتكنولوجيا والتطبيقات الخاصة بقطاع تبريد المناطق وبحث في جدوى الانتاج المدمجي من توليد الطاقة الكهربائية والمياه العذبة والتوليد الثلاثي للتبريد في دول مجلس التعاون الخالجي إلى جانب البحث في أمن الطاقة الكهربائية من خلال توفير الطاقة استنادا على تبريد المناطق والوقوف عند تجربة الدولة المضيفة قطر في مجال تبريد المناطق أحد الأمور الرئيسية التي تم اتخاذها حاليا هي استخدام المياه المعالجة بدل مياه الشرب وهذا يوفر مياه الشرب كثير ويعطينا خطة شاملة تنفيذية لجميع مصادر المياه في الدولة وهي الفائض من المياه المعالجة يستخدم في التبريد قطر التي تدرك أن تكنولوجيا تبريد المناطق سوف يساهم في تحسين معامل القدرة وتقليل نسب الشوائب في شبكات التوزيع وإلى خفض الفاقد في شبكات التوزيع الكهربائية تعتبر جديدة العهد في عصر تكنولوجيا تبريد المناطق التي انطلقت على أرضها بالتزامن مع طفرتها العمرانية مطلع القرن الحالي واستحدثت إدارة خاصة بخدمات تبريد المناطق انسجاما ورؤيتها الوطنية القائمة على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة وتوفر عليها 45% من استهلاكها للتبريد في العام 2022 والمقدر بنحو 3434 ميجاوات إلى 1818 ميجاوات إن التوسع في استخدام تكنولوجيا تبريد المناطق لا تنحصر فوائده في التخفيض من استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيض الانبعاثات الحرارية بل يتعدى إلى خفض إحمال شبكات التوزيع الكهربائية ما يتروح بين 30% وال40% صلاح دين مقراني سي أم بي سي عربية الدوحة السيد عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهربائي والمياه كهرماء اسمه لطيف جدا كهرماء يكشف لنا في الحوار التالي استراتيجية المؤسسة ما الذي تخطط له وهي استراتيجية فيها ترشيد للطاقة على الأقل سعي لترشيد استهلاك الطاقة لترشيد استهلاك المياه وكذا سعي للتحول إلى مصادر إنتاج خضراء مستدامة هذا مهم جدا طبعا تجربة دولة غضر مثل ما تفضلت هي تجربة قصيرة في هذا المجال هناك عدة شركات من القطاع الخاص بدأت والدولة طبعا شجعت هذا الموضوع وخلال المرحلة العام الماضي تم إصدار قرار بتكريف المؤسسة العامة للكهرماء بعمل كمنظم لموضوع تبريد المناطق وبالتالي الآن نحن في مرحلة عداد الاستراتيجيات والخطط لتشجيع الغضاء الخاص والتقديم الأنظمة والقوانين المنظمة بحيث يتم تشجيع الجميع في استخدام تبريد المناطق بدلا من التبريد التغليدي طبعا أتوقف عن كلمة تشجيع القطاع الخاص لماذا لا يكون الأمر إلزاميا طالما قطر تضع في رؤيتها الوطنية أن حماية المناخ والبيئة كوحدة من الاستراتيجية طبعا في هذه المرحلة هناك خطط استراتيجية التي ستعرض على الجهات المختصة في الدولة نحو إلزام كبار المشتركين الذين يستخدمون أحمال كهربائي عالية نحو تبريد المناطق لكن أستاذ عيسى قد يكون هذا الأمر دونه بعض التحديات والعقبات أنتم لا تعملون بمفردكم قطاع تبريد المناطق أيضا لديه قطاعات أخرى يعمل فيها تخطيط العمراني البلديات ما هو شكل نعيد التنسيق مع هذه الجهات؟ طبعا هناك تنسيق كامل بين الجهات المختصة في الدولة تمثل في وزارة البلدية، التخطيط العمراني، هيئة الأشغال العامة، وزارة البيئة هذا التخطيط يقوم على عمل الدراسات اللازمة، توفير المسارات اللازمة توفير القوانين البيئية التي تحدد نوعية استخدام المياه والتخلص من الشوائب الناتج عن المياه فهناك تنسيق كامل وهناك الآن في خطوات كبيرة تأخذ في هذا المجال وسوف إن شاء الله هناك يكون مشاريع عملاقة في موضوع التبريد لما له من فوائد بيّنة وواضحة ما هي المناطق التي سوف يستهدفها هذا المشروع؟ أتحدث عن المناطق الحديثة في قطر طبعا جميع المدن الحديثة سيكون جزء من تخطيطها يكون خلال تبريد المناطق ونسعى الآن إلى تعميمة بعد عمل دراسات اللازمة إلى المناطق القديمة ممكن المناطق القديمة يدخل هذا النشاط؟ طبعا بعد الدراسات إذا أثبتت الجدوى الاقتصادية ستكون هذه المناطق هدف لمشروع مثل هذه المشاريع بعد الفاصل مشاهدي الكرام سأحذركم من فخ الطاقة الصيني تحية في غاية الإخضراري وبعد دبي تنشئ مدينة اسمها أو الله اسم لطيف يجعل الواحد كده أشعر بالتفاؤل اسمها مدينة دبي للاستدامة مدينة دبي للاستدامة مدينة كل ما فيها أخضر مستدام الطاقة تأتي من الشمس تأتي من الرياح لا توجد فيها انبعاثات وأظن حتى السيارات التي سيسمح بسيرها على طرقات هذه المدينة الخضراء الجميلة لابد أن تكون سيارات إما هجينة أو سيارات كهربائية وهذا يفتح الباب لوكالات السيارات الكبرى في منطقة الخليج وخصوصا في الإمارات لماذا لا تقدم لنا هذا النوع من السيارات؟ لي لا لماذا هو موجود في كل مكان في العالم حتى في مجاهل إفريقيا جنوب الصحراء عند الغابات كده تلاقي سيارات بردو كهربائية وسيارات هجينة إلا في الخليج لا يوجد هذا النوع من السيارات أنا لا أحب نظرية المؤامرة لكن أتصور أن هذا إهمال جسيم ربما هذه المدينة مدينة دبي للاستدامة تدفع نحو ذلك لكن أنا لدي ملحوظة أخيرة أنا أحب أن تكون كل المدن العربية مدن مستدامة مش مدينة تمثل ضاحية على هامش المدينة الرئيسية أنا أحب أن تكون كل دبي دبي بأسرها مدينة للاستدامة لماذا لا؟ هذا هو الطموح مدينة دبي المستدامة تعتبر من أبرز المشاريع على مستوى المنطقة التي حظيت بصدا واسع على مستوى السوق الإماراتي والعالمي منذ إطلاقها في بداية أيار 2013 وسيتم تطبيق الأسس العلمية لمعايير الاستدامة العقارية البيئية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المدينة تدسيدا لمضامين مبادرة حكومة دبي اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة وتهدف المدينة إلى توفير الطاقة المستخدمة والتقليل من انبعاثات الكربون حيث تصل نسبة التوفير في المياه إلى 50% عن طريق تدويرها وإلى 100% في الكهرباء التي تتولد عن طريق الطاقة الشمسية ويصل إنتاج المدينة من الكهرباء إلى 10 ميجاوات كل ساعة الكهرباء حسب استهلاك الشخص يعني ممكن يوصل لحد 100% توفير الكهرباء لأنه الانتاج للطاقة الشمسية على الروف وعلى الباركينج يغطي استخدام الشخص العادي بالكهرباء في البيوت فانتاج الكهرباء للمدينة كلها تقريبا 10 ميجاوات تير أور وبدأت شركة Diamond Developers القائمة على المشروع بزراعة 3000 شجرة في محيط المشروع الواقع على مساحة تبلغ نحو 5 ملايين قدم مربعة مستحوذة المساحة القضراء على 60% من إجمال المساحة ويتضمن المشروع نحو 500 فيلا إضافة إلى منتجع بيئيا يشمن 143 غرفة وجامعة بيئية متخصصة طبعا المشروع بيشجع المستخدمين على استخدام السيارات الكهرباء بسبب لتخفيف انبعاثات CO2 نحن الهدف المشروع المحافظة على البيئة فمننا كمطور في تشجيع أي حدا بيشتري من المستخدمين سيارة كهرباء وندفع 50% من قيمتها يعني طبعا فيه اتفاق أو فيه مفاوضات مع بعض الشركات على أساس تقريبا يعني ممكن تكون سعر السيارة بـ 100 ألف نحن كمطورين ندفع 50 ألف لكل مستخدم بيشتري سيارة كهرباء ومن المتوقع أن يصل عدد زكان المدينة إلى 2500 نسمة وسيتم تسليم كامل المشروع الذي ستصل كلفته إلى نحو مليار درهم في بداية عام 2015 لتظل دبي صاحبة المبادرات والنماذج الخضراء الأبرز في المنطقة دعونا نستمع الآن مشاهدي الكرام إلى هذه التأكيدات التي ساقها عضو الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة السيد وائل وهبة حول أن الأردن يعكف على إعداد برنامج وطنيا للتحول إلى الطاقات الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء طبعا هذا كلام جميل لكن السؤال الذي يطرح نفسه حينما ننصد إلى كلام من هذا النوع هو الأردن لماذا تأخر كل هذا التأخر الفادح بلد بلا نفط فاتورة استيراد النفط فاتورة باهظة تثقل الميزانية الأردنية لماذا لم يفكر في الاستدامة من قبل أنا مش عارف شيء غريب جدا لكن كما يقولون أن تصل متأخرا أحسن مليون مرة من ألا تصل أبدا وربنا يكفي الأردن الشر ويكفي كل العرب الشر أنهم لا يصلوا أبدا نحن لا نملك هذا الترف هذا موت كفاكم الله الشر الأردن لديه برنامج إذن للتحول ولو جزئيا للطاقات الجديدة والمتجددة موضوع حديث عن الطاقة المتجددة هو حديث قديم جديد كان قديما ليس محط انتباه الساسة والصناع القرار بسبب أنه كان أسعار النفط منخفضة فما كانوا يعطوني أي انتباه لكن الآن بلشنا من 20 سنة تقريبا نشتغل على هذا القطاع كمنظمات مجتمع مدني في محورين المحور الأول تقديم الأورنس التوعية للحكومات والمجتمعات والصناع القرار لاتجاه بهذا الاتجاه ومجهد الطاقة الأخرى تشجيع البحث العلمي للأكاديميين حتى يقللوا من تكاليف استخدام الأنظمة من الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح الاستثمار في هذا القطاع قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة هو استثمار مكلف بالنسبة لأي مستثمر ما هي الحوافز التي ربما تقدمها الدول العربية إلى المستثمرين لتشجيحهم على الاستثمار في هذا المجال في وقت سابق حقيقة كان مكلف جدا استخدام هذه الطاقة لأنها كلفة إنتاج الكلو وط كانت عالية جدا الآن مع التطور التكنولوجي بلشت تنزل الأسعار وصارت تضاهي أقل من أسعار استخدام الغاز كوقود أو الفيول الثقيل كانت تفتقر الدول العربية إلى تشريعات وحوافز تشجع الاستثمار نحن في الأوردن كنا سباقين من أصدرنا قانون الطاقة المتجددة وآط الحوافز والميزات للمستثمرين في الاستثمار وأتاحه لأي إنسان حتى المواطن العادي أنه يركب نظام عنده ويبيع للشبكة ويعمل مقاصة بين إن وآوت اللي بيستثمروا في هذا القطاع تم وضع نظام للتسعير؟ نعم تم وضع تسعير لكن مش عادي لمية بالمية لكن كبداية لأنه أول تجربة بلش كثير من الشجع مثلا المستشفيات الخاصة عملوا اتلاف بالأردن وسينتجوا حوالي 20 ميجا في منطقة ويبيعوا لشركة الكهرباء توزيع الوطنية وهم يعملوا مقاصة بين استهلاكهم العادي وبين ما أنتجوا وضخوا إلى الشبكة الحكومة الأردنية وقعت منذ أيام عقد إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء من الرياح كيف يمكن لهذه المحطة أن تسايم في تعزيز إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في الأردن؟ حقيقة موضوع الرياح مش كثير يعني اقتصادي لكن كسورس هو موجود في الأردن موجود في منطقتين في شمال الأردن في منطقة الكمشة وفي الجنوب منطقة الفجيج لكن هي تساهم إلى حد ما لدعم نظام الطاقة الشمسية كون الطاقة الشمسية تنقضي بغياب الشمس لكن الرياح تبضى مستدامة لكن هي تشارك بنسبة مئوية متواضعة بخليط الطاقة الإجمالي وكلفتها كلفة هذه الأنظمة أقل بكثير من الطاقة الشمسية لكن نحن نحكي عن الأردن بيحتاج إلى مع 2020 إلى حدود 3500 ميجا هذه كلفتها تفوق العشرة مليار دولار فيما لو فكرت الحكومة على عمل مشاريع بخطط تنموية خمس سنوات عشر سنوات تستطيع بالكاد الموازنات تتحمل كلفة وبالتالي بيصير توليد هذه الطاقة مجاني الموضوع الآخر الأهم من ذلك نحاول على كوكبنا من التلوث فنلجأ حتى لا نقلل من انبعاثات الكربونية بشكل طاقة البديلة والطاقة النفطية والغاز الذي سينظم في يوم من الأيام أجراس التحذير الخضراء الفقرة الأخيرة هي فقرتي الخاصة أصوغها كما أريد مرة تكون نصيحة الخضراء ومرة أجراس التحذير الخضراء هذه المرة أدق أجراس التحذير الخضراء ضد البضائع الصينية الرخيصة وخصوصا الأدوات والأجهزة الكهربائية تلك التي يفرح الفقراء من أمثالي فقراء العرب اللي هم 90% أكثر من 90% من العالم العربي يفرحون جدا أنه عندهم مثلا مجفف شعر صيني رخيصي أسلام يلا نشتري اتنين لطيف جدا ثم لا يدركون الطامة الكبرى أن هذا المجفف الرخيص صحيح لا يكلفك إلا القليل حين تشتريه لكن كفاكم الله الشر يعني بيخرب البيوت في استهلاك الكهرباء لأنه مصنوع بدرجات جودة متدنية الدوائر الكهربائية فيه والملفات والموتور والمسخن رديئة جدا ولهذا شره في استهلاك الكهرباء بعد عدة أشهر من استخدام مجفف رخيص صيني رخيص من هذا النوع اشتريناه بملاليم قليلة وفخورين جدا طبعا صفقة يجعلك تدفع في فاتورة الكهرباء أضعاف ثمن جهاز معقول مكتوب عليه كده أنه يراعي البيئة وقليل استهلاك الكهرباء طبقوا ذلك على كل الأجهزة الكهربائية الصيني الرخيص لأن الصين لديها بضائع ممتازة كل منتجات أبل تصنع في الصين لديها بضائع ممتازة ولديها مصانع تصنع بأعلى مستويات الجودة لكن للأسف ما نستورده نحن العرب ونبيعه لفقرائنا اللي هم مثلي هذه البضائع متدنية الجودة الشارحة في استهلاك الكهرباء أجهزة تلفزيونات أجهزة راديو مبردات إلى آخر ذلك أرجوكم فكروا تفكيرا اقتصاديا على الأقل لا أريد أن أقول تفكيرا مستداما لكن اقتصاديا هذه الأجهزة بشراهتها في استهلاك الكهرباء ستجعلكم تدفعون أكثر خضر الله أيامكم وأعمالكم وعقولكم اشتركوا في القناة